السلام عليكم معيكم عمر محسن من قناة نوريشي الفترة الأخيرة كان عندي المشكلة في الكمبيوتر وهي ان تحسيق مملي على الآخر ومساحته حوالي 60 جيجا وتقريبا 60 جيجا كلما اللي مليم دي كانت مشكلة كبيرة والحمد الله لقيت حلين عشان نحل المشكلة دي ندخل عطل في الشرح ونشوف المشكلة الحالة أول حاجة ندخل عمي كمبيوتر ونشوف شكل درايفرات المشكلة مجموعة أو أولية المشكلة ايضا 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 الآن لدي مشكلة لأن المشكلة بأسفل ممكن فاضي فيه فقط 10 جيجا وانا يريد ان اموت حوالي 5 جيجا من المشكلة دي فاستطيع ان تتعامل الكمبيوتر ونقوم بصوت الكمبيوتر ثم نقوم بمتع ثم نتحدث مستفيد ثم نتحدث الانتخل نتحدث الانتخل سوف يتم تقريبا سوف افتح لي الشكل الذي نرى قدامنا سوف أعطي مساحة الهاردسك أو مساحة القرص الصلب من الكمبيوتر أو لابتوب يقول لي أنه لديك G USB أنا موصل على فلاشة لديك درايف E و D و C يقسموني بالشكل هذا يقول لي مساحة القرص الصلب هي مساحة D فأنا أريد أن أخذ من درايف D سوف أقل من على درايف D سوف نقوم بعمل شيئا يسمى Shrink Volume Shrink يعني تقليص أو تأخذ مساحة من الهاردسك فأضغط عليها نصبر قليلا حتى يخلص القرص الصلب بعد أن تخلص على طول ظهر هذه الشاشة يقول لي المساحة التي تستطيع أن تقوم بعملها هي المساحة هذه المساحة تحسب بالميجابايت يعني 1 جيجابايت يساوي 1024 ميجابايت طيب دروقت أن أريد 1 جيجابايت 1024 ونقوم بعمل Shrink ممتاز ظهر قدامي هنا شيئا اسمها Unallocated وهذه المساحة فاضية يعني دلوقتي ليس متحددة فهذه المساحة ممكن أدمجها مع E تمام؟ فأذهب إلى E فرقم إذن المحل 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 لم أدرس إلى هذا المساحة المحل طبعا مش كل اجهزة زي بعضها من المفروض يظهر اكستيند تقني مثلا ده الدرايف اللي انا عايز اخب منه مساحة هاعمل اكستيند هاعمل ناكست هايقول لي عايز تاخد مساحة من ايه ما عنديش غير هوا مساحة دي بس اللي هي دي اندمج المساحة دي بدي دي للطريقة الاولى ومشكلة الطريقة الاول دي ان هي احيانا بيحصل مشاكل مع الناس زي ما حصل معايا بالضبط ان انا خدت من مساحة درايف دي عشان احط لسي ما قابلش ما بقى اظهر ليش خيار اكستيند فاتريت ان انا اقلجأ لطريقة تانية وهي ان انا استخدام برنامج تشوف دلوقتي مع بعض ازاي ان هستخدام برنامج طيب حوصل الى برنامج ازاي موجود لينك في دسكريبشن متاع الفيديو وتنازل برنامج وتعمل نيكست 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 الطريقة انا مش بحبها يعني بس هار برنامج مفيش فيه يعني حاجة بتنزل شورت كاتس او حاجات خبيثة نفتح بقى بعض البرنامج جميل اول من برنامج فتح معنا هو نفس الشكل اللي كنا شايفينه من شوية الموجودة عندي وموجودة بالشكل دوت وعندي فلاشة مش عايزة ودي المساحة الاجمالية بتاع الكورس طيب انا عايز اعمل ايه دلوقتي عايز اخد مساحة من درايف دي او اديها في درايف ايه طب هنعمل ايه اعمل كليك يمين على دي بدأ الكلمة شينك في حاجة اسماها هنا رسايز او موف برتيشن اضغط عليها انا دلوقتي عندي درايف دي اللي انا فتحه فوق هنا ودي المساحة الاجمالية بتاعته انا عايز اخد مساحة منه وديها لده طيب خيانا نجرب كتا نلعب الاول ونشوف ايه يحصل لو حركت دي كده شوية الجوه ايه اللي حصل حركتها الجوه خد من المساحة الفاضية هنا وحطها لي هنا تمام؟ يعني كلما خدت من هنا زاد التحت اه بقى اتناشر جيجة ممكن استخدامه انا عايز اتناشر جيجة انا عايز فقط 4.5. طبعا اتناشر tin لو كنا بقي التي تفعد سيء على معها أنها مétat tp. ما هي الفرقة؟ كما أنه أشدي دقائي إلي الطريقة الأسبوع 못 كتابت لحظين أن أن أحمد ل tokens وهو عتب من سيء مرى السرعة قطرت أضع شيئ Amend囉 tentoo من أجمل أن لكما أستخدمه مكانه هنا لكني لا أستخدمه مكانه هنا كببي se سham DE وعايز ازود مساحة السي يبقى انا لازم امسك ده من الناحية التانية اشد كده اه ولاقي مساحة فقط لي انا ممكن اصطدمها في درايف سي انا دلوقتي اعايز مساحة بس احضها في الدرايف بتاع اي تمام انا اخد بس ستة جيجا لأ انا اخد اقل كبير من كده فتزود كده شوية انا عايز اتنين جيجا بس تمام اوكي تمام انا خلاص كده عرفت هعمل اوكي طيب هل هو نفذ العملية لأ لسه ما نفذهاش جميل هنا في حاجة اسمها بندنج اوبريشنز يعني العمليات اللي لسه هتتعمل لما اعمل حاجة اسمها ابلاي فو انا مش عامل ابلاي دلوقتي لانا ما عملتش حاجة لسه انا خدت مساحة من هنا وخليتها فاضية هعمل اي بعد كده هنروح على درايف اي واعمل كليك يمين واعمل حاجة برضو اسمها ريسايز جميل جدا هعمل ريسايز من اين بقى هعمل ريسايز من مساحة الفاضية الموجودة هنا دي شايفنا هشد ده للاخر كده واسيب اه خد هو المساحة الموجودة هنا وحطها في اللي اتب لو اشد تاني اهي انا عايز اشد الاخر تمام وعمل ايه وعمل اوكي جميل جدا اضاف هنا بقى في حاجة كمان نهيت لي اسمها ريسايز وموف بارتيشن ايه ودي المساحة اللي ام لوكيت اتشارت طب اي اللي عامل بعد كده بروح اعمل ابلاي انا عايز اعمل المساحة دي ولا انا صراحة مش عايز ايه بس حامل ابلاي ووكي خلاص وعمل ريستارت للجهاز وكده انا نقلت المساحة من درايف دي لإيه حالة المسكلة بسهولة بس كده ده طريقة والحل ببساطة اتمنى ان شاء الله اكمل فيديو عيابكم لو حصلت اي مشكلة من درايفرات وحاجات دي حاولوا تعمله باككب لان هو كاتب لو متلحسين في البلنامج من تحت ان تتعمل باككب لكل الملفات اللي عندك وخلين الموضوع عاول نفسك موضوع الباككب ده اول باول تخلي كل بتاعتك على درايف على كستين الهارد واردسك مثلا واحد تيرو اتين تيرو بحيث لو حصل اي مشكلة عندك في اللاب توب او الكمبيوتر الشخصي بتاعتك تقدر ان تتركع عنها اشتركوا في القناة السلام عليكم